الشيطان كان دايماً بيرد على السيد المسيح في التجربة وفي كل موقف بمكتوب بمكتوب والحاجة بالمثل وكتير إحنا بنجري وراء الغيبيات سيدنا وبندور على الآية والمعجزة لو ربنا ما عملهاش لكن بطرق تاني والسحر والبجل والشعوزة اللي بنشوفها كتير انتشرت دلوقتي لكن يمكن حتى دي موجودة ومن زمان الشيطان والمعجزات اللي ممكن يعملها الشيطان إزاي نفرق؟ طبعاً يعني أشكرك أن انت بتنبيهي أن الشيطان ممكن يعمل معجزات عشان يضل للناس ودي موجودة في قصة موسى والضربات اللي عملها قدام فرعون والسحراء بيعملوا زيه وموجودة في سفر الرؤية أن الأنتي كرايست ضد المسيح اللي هيجي في آخر الأيام هيعمل معجزات وينزل نار من السماء ويعمل عمايل خلي كل ناس تمشي وراه وموجودة في كلام السيد المسيح لما قال يقوم أنبياء كذبة ويعطونا آيات كثيرة ليضلوا حتى لو أمكن مختارين آيات فهنا المسيح بينبهنا أن الشيطان ممكن يعمل معجزات السؤال بقى أميز إزاي؟ دايماً العمل اللي بيعملوا الله بيبقى خير ومهدف هدفه مثلاً الإنسان دوة تخف من ألامه هدفه أن الناس تآمن هدفه أن في مشكلة تتحل بطريقة معجزية أعمال الشيطان دايماً تسبب سجس اللي هو القلق والتوتر والحيرة والتشكيك والناس تختلف مع بعضيه هذا صح ولا غلط وبعدين نبعد عن ربنا نبعد عن ربنا لأننا شغلنا بمعجزة فدي خطيرة إن الشيطان بيلفت نظري فرجيت جريت وراه وسبت ربنا سبت الأداس وسبت التسباح سبت علاقتي مع الله عشان أجري وراه معجزة على طول أفهم الحاجة دي ضيعتني مش هتقدمني الأداس هو الإنسان المحتار أو اللي عنده مشكلة والشيطان بيستغلها هو حتى ما بيعرفش يشوف دي لكن دايماً عاوز الحلف ده أنا أعرف فلان روحت له عمل كذا أو هيقدر يرجع لك الحاجة اللي ضيعة أو روحي له عشان مش عارفة ابنك ولا مين اللي تعبين عشان المشكلة بتاعت جوزك أو المشكلة بتاعت مراتك والمشاكل الحياتية يا سيدنا اللي احنا بنقابلها كل يوم كن ده اللي خليني بربط بالحاجات اللي بنعيشها كل يوم فبنجري على حلول لها بصي الحتة دي بقى دي واضحة إنها شغل شتاعة واضحة يعني دي مش هتحية طبعاً 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 أنا روحت الواحد يقولك ده بيفك عمل ده بيصلي وينش عارف بيحلي المشاكل لا 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 بنمشيش ورا السكة دي السكة الوحيدة اللي بنمشي وراه هي أن أنا بصلي خلي أبوي أباً اعترافي يصليلي المذبح يسندني دايماً دائم التوبة ماشي في سكة إن أنا مرتبط بالأداس والتناول والمذبح ومسك في ربنا وقل له رب حتى لو محلت ليش مشكلتي أنا عايز أبقى معاك لكن أنا مش هيروح للشيطان اللي بيفك عمل ولا بيعمل عمل أبيض ولا الكلام ده كله أو سحر أو غيره ده كله شغل مش بتعمل